لا يعني الدكتور محمد فرماوي عبدالله فرماوي ده نموذج من نمازج اللي طلع بسرعة الصاروخ ما شاء الله اه ده متوقع له كده بقى اه يعني أولاً أدب جم أنا شايفك بتركز على الأخلاق أهم حاجة دكتور طبعاً القيمة الأخلاقية في هي الأساس في أي حاجة هي الأساس نعم يعني أنت مثلاً رئيس مجلس إدارة أكبر شركة في العالم لو ما فيش كمة أخلاقية هتنحرف أكيد الشركة نفسها هتنحرف في حاجة سيئة تظل المجتمع ما تفدوش لكن طول عمر الأخلاق القيمة الأخلاقية دي هي تكوين إنسان في حياته في بيته في أسرته يعني ده نعكاس لهذه القيمة لأن بيربي أجاد طبعاً إحنا بشيولينا في التدريب ده أنت لو خربان هي تخرب مش تقرب توقف كل حاجة حتى صحيح طيب أنا في حاجة ضربت في ذهن هو كمان من ناحية العلمية قوي جداً آه ما شاء الله قوي جداً بيفكرني بالدكتور أشرف ما شاء الله فده قدامه إن شاء الله ربنا يديه له العمر والصحة والبارك فيه وبرك فيه الأهله والده والدته أساز جماعيين كبار ما شاء الله لما التربية واضحة فالتأثير التربوي عليه واضح والناحية العلمية ما شاء الله قوي جداً ما شاء الله أنا ضرب في ذهن الوقت أنا شايف تلمزيتك كتير قوي بسم الله ما شاء الله وكله في مناصب إنت أنا إيش تكم رسالة يا دكتور؟ والله في عدود يمكن ألف ألف ومتين رسالة ألف دافئ الدكتوراه ماجستيره ماجستيره ألف طب دول هيروحوا فيين دول يا دكتور؟ والله ما شاء الله الوقت يعني انتشروا بيشتغلوا في مجموعة كبيرة منهم في الوزارة وفي مجموعات منهم في الكليات الإقليمية كمان كليات اللي تعمل الجديدة كانوا بيعملوا أعلانات ويعينوا في الأول لغاية تبتدوا يخرجوا فموجودين في الوجاي بسم الله مجموعة كبيرة في الجيش وفي الشرطة شغالين بارك اللي هما بشتغلوا جمعيين اللي هما دخلوا الشرطة جمعيين موجودين؟ موجودين في الجيش كمان في كل أماكن الجيش في كل الأسلحة ربنا يديك العمر والصحة وتناقش كمان قدهم مرتين ثلاثة طيب هل انت هديك رأي في حيث التعيين أو انتخابات الالتحادات واللجنة الأولمبية والأندية انت هديك تفكير غير النظام اللي حصل على الساحة وهو ده جاي من تشكيل الأندية من تشكيل الأندية تشكيل مجالس إدارة الأندية يعني في العادة عشان احنا قلنا في البداية إن النادي المصري يعني مش النادي المصري أو الأندية في مصر أندية فريدة إنها فيها أنشطة كتير متعددة زي ثقافة اجتماع رحلات احتياجات خاصة مصايف ومعها الرياضة تماني اللي بينتخب اللي بينتخب كل عادة اللي بيهتم بالحاجات دي بالحاجات دي لأن الأعضاء العاملين هم اللي بينتخبهم مش الجمهور الجمهور ده في المدرج إنما الجمهور هي بتختار بقى حسب الخدمات اللي بتأخدها في النادي الضبط اللي تتناسب مع اسم النادي كبير وحجم الناس اللي بتخشي ما هو عشان كده ما عادش مناسب إن النادي ده بالشكل ده هو اللي يقود الرياضة آه وضحة الصورة كمان بينتخبوا اللي هو مهتم بالنشاط الاجتماعي أكتر اللي هي المصايف على فيما عادة طبعا بعض اللي هم بيكون رياضيين آه نجل الجزء التاني بقى إن مجلس الإدارة ده اللي هو انتخب من نشاط الاجتماعي ده بينتخب الاتحادات الرياضية بس خلاص وضعت الصورة والاتحادات الرياضية هي اللي بتنتخب اللجنة ألومبيه دايرة بتنفح حولهم بعض بالزبط فدي هي دي القضية لو دورة أسائل الأندية كلهم رياضيين وكده حينتخبوا مجلس إدارة الاتحاد الرياضي حقيقي والاتحاد ده حينتخب لجنة ألومبيه حقيقي طب انت على الوقت تمسكت منصب بسم الله ما شاء الله في الوزارة الشباب والرياضة والرياضة المصريين هل ممكن تغير المنظومة دي شوية؟ هو لازم بالإقناع بالإقناع هل اللوايح ممكن عن طريق اللوايح؟ لا مش اللوايح إقناعة هو القانون سمح الوقت يعني القانون سمح بتكوين شركات خدمات رياضية أو شركات كرة زي ما النادي الأهلي عمل بس لازم تنفاصل عن النادي تبقى لوحدها والنادي ياخد نسبة طبعا نسبة أعلى من الإراض لأنه بتدخل دخل ده بورسة بالزبط كده ها ويتولى حد تاني مسؤول يتولى العملية دي ضخ أموال عشان يكسب طبعا ويطرح الأسم دي في بورسة ومجلس الإدارة يبقى بايد أنا دفع فلوس عاوز أكسب طبعا طبعا يا مش بدفعه خلاص لا طبعا ويقول إن المبالجة هتبقى كبيرة المبالجة هتبقى كبيرة حيبقى في رقيب لا عاوز أقول حيبقى في لعبة متميزة ها هتقدر تجيب لعبة متميزة ها أما تجيب لعبة متميزة هتكسب طبعا عندك تلفزيون بتاعك لقالك جماهير ها فالجماهير دي هيجي لك ريسبونسور هيجي لك شركات إعلانات نتائج هتتصلح وشركات إعلانات طبعا هتكسب وهو عاوز يعلن عن منتجاته ها هيعلن منتجاته عند أكبر شعبية ممكنة طبعا فده كلها مترتبة على بعض هتعمل مكاسب نعم تقدر تصرف منها على الفرق وفي نفس الوقت أيضا تقدر تكسب منها ويعود النسبة من المكسب الأعلى للأسهم إنك بتدخل على أقل 51% للنادي الموجود بالضبط كده فأنت يبقى هنا المكسب من كل ناحية طيب أنا يمكن السؤال ده يبقى محرك شوية دكتور كمال انت شايف النادي الأعلى في المنظومة دي إزاي بيأمانها هو أول نادي ابتدأ يشتعل كده أول نادي ها بس برضو مش كاملة مش كاملة لازم يقتنع يعني لازم اللي ماسك النادي الكابتن مسهم خطيف حاليا أنا أنا بقول كابتن خطيف لأني علاقتي بيه طيبة آه طبعا ومزالتها دكتور آه لا حقيقي يعني فلازم يعمل دي بالضبط ممم ما يكشش ما عندي لسه الشركة معمولة ما بقلاش ما هي عاوزة مش عاوزة بقى هو ينشغل بالشركة آه أنا ما نشغلش بالشركة آه أنا نشغل بالنادي بالنادي والشركة ليقى مجلس إدارة هو بقى المسؤول عن كلنا ويحاسبهم بعد كده أو وقاطع المجلس إدارة من ناس انت عارفهم انت بترشحهم طبعا طبعا انت اللي بترشحهم طبعا يعني انت شاب النادي الأهلي بدأ بداية بس لازم تكتمل لازم تكتمل لازم تكتمل لازم تكتمل لانه هو برضو الحقيقة بدايات النادي الأهلي تمالي سبع شوي عشان برضو الاستقرار بيدي نوع من أنواع طيب دكتور كمال انت دخلت اتحاد الكورة ضد في الانتخابات ضد سامير زاهن انت بشايف ان كرة اليد إدارتها غير كرة القدم ولا هي المنظومة كلها بتبقى أدارة والإدارة بتبقى أدارة واحدة طبعا أدارة إدارة الإدارة هي أدارة في أي مسروع في الحياة نعم حتى أدارة نفسك كل ما تبكنت من علوم الإدارة كل ما قدرت تعيش حياة سعيدة دكتور كمال درويش وإيه علاقتك بالنادي الأهلي العلاقة غيرت إزاي عشان نقول للناس إن إحنا هو إحنا ما عندناش كالكعوة ما عندناش أي حاجة نادي أهلي الزماليك طول عبرهم نادي واحد ومعهم نادي الإسماعيل وكل الأندية كلها أنت غيرت علاقتك بيهم إيه؟ غيرت علاقة طيبة للغاية يعني وأفادت الناديين يعني العلاقة الطيبة بين المجلسين يدي فايدة للناديين أتركتك بوجلس الإدارة إزاي يا دكتور؟ والله كان بالتليفون أي حاجة الوحد بيحتاجها وحددت إلى حد كبير طمعا يعني مش عاوز أقول الأسعار بتاعتنا الأسعار بتاعتنا لأن يعني هو الوكل اللاعيبة بيلعبوا على دي بيلعبوا على الأندية على الرؤساء الأندية على الرؤساء الأندية أو على الأندية بشكل عام على الأندية بصفة عامة وطبعاً بيعتبروا المنافسة ما بين الناديين على اللاعبين هي الفرصة الأكبر اللي يبيع بيها يبيع بيها وبالتالي هو أخد نسبة أعلى طبعاً طبعاً طب أنت شايف فرق بين التعصب والانتماء هل دي جابة كبيرة ولا لا لا هو اللي طبعاً فيه فرق كبير نعم يعني التعصب لدرجة اللي بيحصل حالياً يعني حاجة تضل المجتمع بشكل عام لكن المنافسة ممكن مع بعض يعني تبقى دعابة طبعاً هو دي جاي العالم كله كله ها دعابة مش إن دانا طبعاً كان إنجلترا كان أسوأ جمهور القانون حسم الموضوع ده بالضبط الجمهور قاعد على الملعب حدش يقدر تدخل ولا حد يقدر ينجل الملعب إن القانون عنيف بالضبط كده ها انت شايف دور الثقافة الرياضية ليها دور في خفض درجة التعصب طبعاً والإعلام على وجه التحديد الإعلام طبعاً يعني حتى الإعلاميين الكبار بتوعنا هم معظمهم لاعبين يعني الرياضيين لازم يفكروا في الموضوع ده بشكل مختلف بعيد عن الاستثامة طب ما نشوف الدكتور أشرف محمود رئيس اتحاد الثقافة الرياضية حيقولي على الجزاية دي ونرجع تاني تمام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر